السلام عليكم أهلاً أحبتي في الله كامل مشاهدين أعزائي الكرام مرحب بكم في قناتكم معكم حنان الجزائرية للتدويب الأعشاب أهلاً وسهلاً بالجميع أستسمحكم على التأخير كما تعرفوا قناتي الأولى للطبخ والتدابير والحلويات ومعاره قرب شهر رمضان المبارك راني مع تحضيرات رمضان اللي حب تنظم إليها واسمها كوزينة حنان صورة قناتي صورة المصغرة رايحبات عفو مبواز حمرة وراني عملت لها أيضاً رابط وأيضاً صور هنا في حنان جزائرية للتدويب الأعشاب يعني في المنتدى التحف في الكوميناوتي لمن أراد الإنضمام إليها مرحباً بكم وصلت بمزدقية بشاهدة الناس دخلوا وقرأوا التعليقات إذن الفيديو تلك اليوم نبدأ بسم الله وصلة وسلام على رسول الله هنا نقول كل أخوتي وكل المتفرجين لازم تكملوا الفيديو لأن لو ماكملتوهاش ما رايحة تكون ما تفهموش راهي كينا بزف توضيحات وبزف أمور نوضح لكم فيها لأن راهي تجيني تساؤلات على بالي ما راكمش تكملوا كي اللي ما راكمش تكملوا الفيديو ولكن راهي فايدة لكم أنتم لأن شفاء ما رايحة روتين ولا طبخة لازم تستفادوا منها وتكملوا الفيديو وهذه ينتمنى منكم تكملوا الفيديو رايحة نعطيكم فيديو وصفة علاج المعدة اللي عندهم حموضة يعني المعدة تحمى شغل هذوك الإزاسي بتفرزهم المعدة وتعطي قرحة تعطي أوجاع اضطرابات يعني جي أوجاع في الأكتاف ما بين الكتفين في الظهر تعطي حتى للأرجل للأفخار للساقين دير حزامة يعني قعل الظهر في البطن انتفاخ البطن صدقوني يعني الأوجاع تحول اضطرابات يعني أعراض التحاجد رهيبة إذن رايحة نعطيكم وصفة صدقوني مذهلة من الاستعمال الأول والثاني رايحة نشوفوا نتيجة مبهرة اللي عندهم حموضة قلت لكم لزاسيت اللي عندهم أوجح في المعدة أو المعدة تحهم كما نقولون لزيجة رطبة رايح ترجحها ترجحها هذا الوصفة حرشة وما ترجحش تطلق هذه الإفرازات رايحة تتبخها يعني ترجح حرشة وترجح ما شاء الله حتى اللي عندها قروح يعني جروح صغيرة رايحة تتعافى وتتشافى بإذن الله تعالى جربوا حكمه كما تعرفوا حنا نوصخاتي بمزاقية إذن نبدو بسم الله هنا عندنا عشبة الضرو شوفوا يا أخوات يا سيدات هي مفيدة حتى للرجال رجال والنساء الأطفال ما فوق العشر سنوات هنا رايحة تكون فيها شوية مرارة ولكن تستحمله يقول لك اللي حب الدوى حب العلاج يصبر إذن تصبروا شوية فيها شوية مرارة للعلاج التام الشافي بإذن الله يعني تكملوا عليها تستحمله شوية الماكلة مرانة شرحين يعني نهربوا عليها وخاصة راه جاي شهر رمضان المبارك حاولوا تعملوها كما نقول شوية على بكري بقات هذي أربعة أيام أو خمسة أيام حاولوا تعملوها ويعني وعندما يدخل شهر رمضان المبارك يدخل علينا كامل بصحاول هنا علينا وعليكم إن شاء الله يا ربي تعملوها من وراء الفطور حاولوا يعني في بداية الفطور ما تاكلوش بزيف إلا القليل ما تشربوهاش واحد عالي لأنا رأيكم فترة طول يعني فترة النهار صايمين غير تتحلي وتاكلوا شوية شربها هكذا حاجة صلاتة خفيفة ولا ومور الماكلة بساعة ولا ساعتين تريحوا شوية تبدو في الوصفة هذه وفي الصحور أيضا إلا القليل يعني نصف كأس في فترة رمضان لأنا رأيكم عارفين الصيام إذا نبدو بسم الله عندنا عشبة الظرو ها هو غير رح يقولوا للعشية بعطينا الظرو الظرو في البودان الأخرى لست أدري والله معنا بالي مش مثل عشبة الحنى أو الحناء ها هو الظرو عندنا كمية من الظرو عندنا كمية من الرمان المجفف قشور الرمان المجفف ولكن القشور لازم تكون فيه هذ القشرة البيضة بالزاب اللي يغلطوه يعني ما يخلوش معه القشور هذ البيضة تحق القشور الداخلية اللب لازم تكون معه لأن الفيضة رح يفيها القشرة في المرارة هذي متفاهمين عندنا عشبة الدباغ كما نقولون لها الدباغة احنا نعيطون لها الدباغ أو الدباغة والا الدباغة باللغة العربية والا ها قولوا للعشية بعطينا الدباغ ولا الدباغة يعطيها لكم هنا اللي ما حبتش تعمل قشور الرمان تعمل الى الدباغ وعشبة الضرو ولكن صدقوني كلها مرة الدباغ شوية هذا الضرو والخاصة لأن الرمان يعني هو اللي قاع أكثر منهم يعني فيه مرارة هنا اللي راح يحاب شفاء تعمل يفيد وفي ثلاثة ويفيد الدباغ الوحدة أيضا هنا اللي راح يحاب تعمل الدباغ واحدة ترحيه وراه يابس هاولك راكم تشوفوا فيه راه يابس إذا عندك رحيوة كهربائية شدي هذا الدباغ تقري هكذا شوية تفت كما نقول تقطعه الى قطع وتعمله في رحيوة ترحى عادي ما عندك دقه في المهرز التقليدي يعني عن طريق الدق على الحديد هذا رجعي هرطب وسيحيه يعني جوزي في الباسوار صيره وعاود هذك ثاني دقي ورحي وعاود ديري غير بشيك فيك ديري وحده توضع قرورة ماء فيها لتر ماء أو لتر ونصف من الماء وتعملي فيها ملعقتين كبار ملعقتين كبار من الدباغ تخلط جيدا جيدا وتوضع 24 ساعة في الثلاجة يعني توضع في الثلاجة ما توضعهاش على برا يفسد لك وتشرب نصف كأس واذا قدرتي تكملي تشرب كأس كبير كما هكذا صباحة للفراغ غير فور النهض من الفراغ صباحة للفراغ وكأس كيت جريحة ترقضي من بعد ما تتعشي هذا يعني بلا ما تغليه تعملي اهتزانة كما نقوله تعمل تشدي لتر من الماء توضع هي غلي وتوضعي فيه قبضة كما هذي صغيرة تشليها يعني تتخلسي من الغبار تفتحيها وتوضعيها مباشرة يقطع الغصن أو القشرة هذي تعدبها إلى نسفين وتغطيها ولكن بشرط يعمل غيطاء لأن الغيطاء يمنع تطير الزيود وتبقى الفوائد الزيود في القدرة يعني ترجع يعني عن طريق بخار يهبطها تخليه يبرد ويشرب بارد بارد أو دافي لا يشرب سخن دافي أو بارد من الأفضل صباح عند الفراغ وبعد العشاء لما تتعشاو هذي الوصفة للمغلاء تاع الدباغ أو دباغة أو تنأخذ خليب منهم لتل يعني لتل ونصف ماء ندير ملعقة كبيرة من الدباغ هكذا أو أغسان من الدباغ من الأحسن نعمل أغسان هكذا تعملي ملعقة عفوا لتر ونصف من الماء تعملي فيه ربطة هكذا يعني تتخلصي من الغبار عن طريق المياه ونعمل ملعقتين كبيرة أو قبضة يد هكذا يعني تشلوها بالماء نتخلص من الغبار عن طريق الماء قيمة قبضة يد ونعمل هكذا هكذا زهرة هكذا أو ثلاث قطع أو أربعة من القشور الرمان المجفق يعني تشلوها تخلص من الغبار ونوضعهم لثلاثة في وعاء نوضع فيها وقلت لكم اللي ترتعم أريد أن أعطيتكم الكمية نوضع غيطة ضروري الغيطة باش ما تطهير دائما نوسيقهم على الزيوت باش تقعد الزيوت تهبط لتحتها عن طريق البوخة وتبقى نضفع ونجعلها يبرد ليلة كاملة توضعوا الثلاثة التي تعملهم على المغرب قبل المغرب أو منور المغرب وهو مغطية تخليها حتى للصباح تشربوا كأس الصباح على الفراغ لا يأكل ولا شيء يعني أجا وكأس عند النوم يعني وراء من بعد من تعشي ونجو راحي نرقده أو كأس إذا حبذ يعني إذا حبيته تزيد يعني تشربوا كأس من بعد الفطاع أو في القيلولة ثلاث مرات في اليوم أو مرتب جربوها لمدة أسبوعين حتى الشهر لمدة أسبوعين حتى الشهر صدقوني رايح نشوف نتيجة مبهرة رايح تدعوني والله العظيم سحرية مجربة وصفة جدتنا مفيدة جدا أو هنا اللي ما حبتش كامل هذا المغلاء يعني يجيهم مرارة ولا ما يحبو يبلعوا هذا كلمة ولا كل واحد والظروف تاع هنا ندقوهم في ثلاثة دقة رطبة يعني في ثلاثة كمية هذي كلها نحكم باللارة يكون فيها عسل طبيعي العسل ولكن بشرط الطبيعي مشي العسل السكر يكون عسل السدر أو عسل الزحتر البري أو عسل الآشاب ما يكون العسل اللي متغذيم السكر مزلابية مستيقة يكون العسل تاع الجبل راه يتباع الله يبارك اللي عندكم فيه كونفيانس و تعرفوه باللي ثيقة الشريو عليه العسل الطبيعي كما نقول هذي راه معمر بالعسل الطبيعي يعني نفس الكمية عملتي ملعقة كبيرة تاع دباغ أو دباغ نعمل ملعقة كبيرة من الظرو ملعقة كبيرة من الرمان المجفف كلها تدق رطب بالله راكي من هذه العسل نعمل فيها ملعقة من الدباغ ملعقة من الظرو ملعقة من قشر الرمان في العسل ونخلط جيدا إذا شفتوه جاكم شوية جاري يعني سائل ضيفو نصف نصف ملعقة أيضا أو ملعقة ملعقة كبيرة على حساب الكميات على العسل جربوا وشوفوا يعني عن طريق العسل يعني إذا عملتوها وصفة مع العسل رايح نتمبهره بالنتيجة تاع هذا الأعشاب صدقوني عجيبة رايح نتدعوني واللي ما حبتش تعمل قح هذا تعمل إلا الدباغ أو الدباغ تغليها مغلاء كما أكتكم أو في الماء في الثلاجة مبارد أو تعبئ يعني في بلارة يكون فيها العسل الطبيعي تعمل ثلاث ملاعق كبيرة أو أربعة في علبة من الدباغ وحده في العسل الحر وملعقة الصباح إذا عملتوا الدباغ وحده مع العسل ولا قاع المكوينة هذه العشاب مع العسل يعني ملعقة كبيرة صباحا عجيب عند الفرق وملعقة كبيرة ما بعد الغداء يعني ما بعد الفطور تزانة يعني في المبارد في المبارد ما نعملوش سكر ولا قطة ذرة سكر رايح نتنقص من فعالية الأعشاب إلا لضرورة تعملو العسل الطبيعي العسل الطبيعي مفيد مع الأعشاب هذه تزانة ومغلة وفي الثلاجة بارد للي ما يقدر في الماء تعملو مع الحليب يعني كاس حليب تعملو فيه ملعقة صغيرة من كل المكونات الدباعة أو الدباعة الضرو وقشور الرمان ملعقة صغيرة في كأس حالب هكذا تخلط جيدا وتشرب بدون سكر بشرط بدون سكر هي مفيدة هكذا مرة يعني المراعة هذي هي اللي تدبغ الإستامة تعنا توليش تطلغ هذو كل الزاسيد وترجح حرش يعني تدبغ هذي يقول الدباعة تدبغ الإستامة هذي هي ان شاء الله تستفيدوا من هذ الفيديو على بالي راح تفيد كم وتدعو لي وتحية كبيرة للأخت اللي تلاقيت بها خاصة تتوجع أم بثين على ما أظن تحية كبيرة لك وتلقت كو قلت لي راني انت وجع عملي هالي بسرعا نقول لك طول تعلي لك على كل أخوات اسمحولي نقول لكم ما تنسونيش لايك وبرطجي والقناة دعم للقناة بكم لي تكبر إن شاء الله رحي قناتكم وطلبتكم رحي جاي على راس والعين رحي جاي الروماتيزم في الدم ويعني وصفتين ترقبوها بإذن الله هذي ومن حطها لكم مع السلامة رمضان كريم للجميع كل الأمة الإسلامية مع السلامة في أمان للأسلام